الأخ الكريم يقول ما هو الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب وما نصيحتكم لمن لا يوصل حتى يخرج وقت الفجر بدعوة أن الناس لا يوصلون في الوقت هذه القضية أخ الكريم هي من الأمور التي دائما هي محل إشكالات في العالم مش غيرها في المغرب واللي دلت عليه السنة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتما فاللهم أرشد الآئمة واغفر للمؤذنين شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الإمام ضامن يعني الإمام ضامن لك سلاتك عمرش واحد الآن ما يشهد الإمام يدير لي لونكويت يقول لي أجي أنت أعدوش مضي ولا ما مضيش شغلوه هاداك كيانا ولا لا يكتد خل الإمامتي يصلي بك تتصلي تتمشي في حال شغلك أنت تعرفوش الإمام مضي ولا ما مضيش قال لك والمؤذن هو مؤتمن المؤذن هو مؤتمن على أوقات الصلوات صافرة هو مكلف إلا غلط الله غد يغفر لي الغلطة دياله وإلا هو التعمد هو التي تتحمل المسؤولية وإحنا ليس علينا ذلك يك الصحابة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا تتصنوا وتأدل ليهم المؤدين تيجي وصلوا واشو ما كيبحدوا في المؤدين أجي واشو ودنتي فقيتها ولا ما ودنتي فقيتها لا كذلك في هذا الزمان راه الناس مكلفين بالأدان مكلفين بمواقية الصلاة راه هم مؤتمنون إلا خطؤوا راه الله غد يغفر ليهم الخطأ وإلا التعمدوا هم لكي تحملوا بسؤولية وإحنا ليس علينا ليس علينا شيء من ذلك ثم إن باب الفائدة راه فين تيقولون هاد ناسك يقول لك لا راه الناس ما كيصلواش في الوقت راه المشكلة في الصيف أما في البرد راه بالإجماع راه الوقت وقت شرائم ما فيه تشنيقاش على أنه يعني هاد القضية هدي إلا تتبعها الإنسان أتي إلقى بأن الناس الحمد لله راه كيصلوا في لقيتة ديالهم خسكيت عارفش أنه هو الفجر الصادق والفجر الكاذب الفجر الكاذب تيكون ضو دياله وقف ماشي أفقي تيكون عمودي ثم هو بحال إلا بينصور لكم الضو ديال الفجر الكاذب بحال إلاك أنت مثلا في شي جبل في طريق والطنوبيل تحت عاطية غيط الضو ديالها لشي جبل تيبلك دك الشعاع ديالها طلع هك تيبلك طلع هك وطلع هك وطلع هك هدك هو اللي كيتسمى بحال هدك هو اللي كيتسمى الفجر الكاذب قال لك كذا نبي السرحان بحال الدنب ديال التعلب في الضلام تيبلك وقف هذا تسمى الفجر الكاذب أما الفجر الصادق رغم تيكون شو وقف تيكون هك تيكون أفقي ولذلك إلاك تلاحظ الآن إلا خشي صالة الصبح طبعا ما خشي تكون الأضواء يعني تيبلك الضو يلاه خرج واحد شوية في جهة المشرك واحد شوية ديالضو تيبلك هك يعني بحل مثلا إلى هذا هو الجبل تيبلك بحال هك تيبلك بحال هك هذا كيتسمى هو الفجر الصادق علش فجر صادق لأنه أفقي ماشي عمودي تانيا ما كيطفاش هدك الضوء اللي تيبن هك عمودي تعود تيجي الظلمة من بعد منه أما هذا اللي هو أفقي من اللي كيبن تيبقى تيكتر 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 وتيجي تيملأ الأفق حتى تيبيض الحال حتى تيبيض الحال ولذلك يعني كنا واحد المرة يعني كان نقش مع واحد الأخ من إخواننا اللي كان تيشوف الرأي هذا قلت لي غادي ندروا واحد تجريبة غادي ندروا صارت الصبح وحنا في واحد المكان ضيعة فلاحية ما فيهاش الدقعة غادي نصلي وغادي أدى الأذان وغادي نصلي وخمسة دقيقة اللي غادي نصلي فيها رغيبة الفجر وغادي نصلي في عشر دقائق بمعنى خرجنا من بعد ربع ساعة دي الأذان ولقنا هذا الخيط الأبيض ضربت تلوت في السماء ضربت تلوت في السماء قلت ليه ضربت تلوتين بقى واحد تلوت ولي أسود قلت ليش شيء هذا هو وقع الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود جاي الضل بيض يعني بقى غير واحد شوية في جهة المغرب هو لي بقيك حل قلت ليه هذا دبع يلا هدزت دبع ربع ساعة والمساجد حالتي يديروما بالأذان والإقامة تلوت ساعة يعني وهذا شيء في فصل الصيف هذا شيء في فصل الصيف ماشي شيء تا إذن من ديك الساعة طمع النبي النهورة الحمد لله الناس كي أديوا الصلاة ديرهم في وقتها ما كي لاش يدخل الإنسان هاد الوسوسة إلى نفسه لأنه يسان اللي كيدخل هاد الوسوسة كي تفتن في دينه كيقول لي ما تعرفش شيء يدير تقول لي أش كي يدير ما تبقاش بشي الصلاة الصبح تيلعب به الشيطان تقول لي شوف هادوك ما تيصلي في وقتها أش غاد دير جبدع لي زي درماء زي تيلوما تين عس كي ينشي واحد في وما شي يدير تيمشي تيصلي معاهم يك وكي رجع لداره وتاي تسحر عاد كي يصلي الصبح دي المعقول تاي جي من الجامع عاد يتسحر عاد يصلي الصبح يعني ديك الساعة وهو في المدينة دوصال في نبغا دوصال في نبغا بحال شي وحدين تسحروا عاد ين باب الترفة تسحروا وما سادين عليهم البيت وذوك البيوت القدام ما كينش منين يدوز الضو تسادين عليهم البيت وما كانوا طيبوا البيبوش قالوا يا رادوك البيبوش هتنتلهوا في يوم بينما يودن الصبح بقوا يأكلوا في البيبوش تايش عندهم الجاج ما لخرجوا القوالي شمش بطلع يعني راه تقول الإنسان ندركه في واحد المكان ما تيشوفش هو ديال اللي هو الفجر الصادق في نوصل فلذلك يفتن حتى في صيامه لذلك الإنسان نصره مستأمانون على وقت الصلاة الحمد لله يصلي الإنسان معدوتي شي مشكلة